السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة كربلاء الفضائية هذه التغطية الخاصة بالمسيرة الراجلة المتوجهة إلى مرقد الإمام علي عليه السلام لمواساته بذكرى شهادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد يا محمد يا محمد بيك من اتصل المشاع يا محمد يا محمد نزل جيب رأي الويب لهفعتنا لك جابك مشاهدينا الكرام لازلنا وإياكم في هذه التغطية الخاصة بالمسيرة الراجلة المتوجهة إلى النجف الأشرف في ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويوم شهادته الحزين السلام عليكم أعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا اليوم بهذا اليوم أصاب الجلل اللهم أصلى علىه محمد وآله محمد ومن العظم شعار الله في أنه من تقوى الغيوب اللهم أصلى علىنا نحن وسائرون على نهج أمير الممني وسيد المولاي رسول الله في طريق الجنة في طريق الإسلام وهذا الزوار الحجود الوفيرة القادمة من المحافظة الجنوبية من جميع المحافظة من البصرة إلى محافظة النجلة قدوما زحفا والحمد لله شكرا المواقب كلها موجودة ومفتحة والناس قائمة بالأعمال الصالحة وهالمواقب كلها جاي تخدم زوار من الفطور وغداء وعشاء وخدمة والحمد لله شكرا ومبيت وعندنا جاي على حظ أثناء المسير بيوت مفتوحة يعني مواطنين لهم الأجوة الثواب يعني الناس يساعد الزوار تأخذهم تسبحهم تغديهم تعشيهم أضافة للخدم الحسيني سؤال الآن اليوم إحنا اليوم إحنا اليوم إشترون نقتدي برسول الله نستغل هاي الفرصة شهادة إنه نكون على طريق محمد وآله محمد طبعا إحنا اقتدانا برسول صلى الله عليه وآله إحنا لازم نعمل بنهجة نتبع سنته اللهم صلى الله عليه وآله محمد نوالي أمير المونين قادمون الناس الرسول صلى الله عليه وآله مدفون بالمدينة اللهم صلى الله عليه وآله محمد والناس قادمة إلى أمير المونين لتبعسي استشعاد الرسول اللهم صلى الله عليه وآله محمد وآله محمد سنته شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا حبكم يا أهل البيت فضل العدالة والدبعتي لبت أمر الرسالة الحب يواليكم أرضي العشق فيكم حبكم يا أهلي البيت أرضي العدانة يا رسول الله مرتني وانا تحت أمرك انت ترجمت الحقيقة الواضحة بعطرك سيدي وحقل النصر يتوضى منا مشاهدنا الأعزاء ما زلنا وأياكم في هذه التغطية الخاصة بالمسيرة المتوجهة إلى مدينة النجف الأشرف حياك الله وأعظم الله لنا ولكم الأجر ولكم الأجر نعزي صاحب الأمر والزمان بهذه المناسبة الأليمة وهي ذكرى استشهاد الرسول الأعظم رسول البشرية اليوم أنتم زوار ش تعني لكم هاي الزيارة وأنتم متوجهين بهذه الطرق البعيدة والطرق اللي بها حار وتعب وكبار بالسين ش تعني لكم هاي الزيارة وأنتم رايحين للمرقد الإمام علي عليه السلام وبهذه المناسبة العظيمة والله تعنينا أشياء كثيرة ولا يهمنا الحر والبر أبد والله ما يهمنا أي شيء وأحنا من مشينا من طلعنا من أهلنا يعني ما عدنا نيرجع يعني طلقنا أهلنا كأنه أي زين شهادة الرسول الأعظم اليوم اشتعني لكم شلون نقدر نصير على خطأ آل البيت سلام الله عليهم على أخلاقهم نقتدي بيهم ونستغل هاي الفرصة إنه إحنا محسوبين على أهل البيت فشلون نطبق يعني الأمور اللي جاءوا بها أهل البيت طبعا بهذه المناسبة يجب على كل مسلم أن يتخذ أن يتخذ من أحاديث وصفات إن لكم في رسول الله أسوة حسنة ويجب علينا أن نتخذ جميع الأحاديث والأمور التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله أنا سمعت عندك أبيات شعرتي تقراها أو شيء تسمعنا في تشيء إيه والله أنا الحسين عليه السلام ينصاب ينصاب يا أبو بقلبي ما عتمك يحسين بقلبي 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 يا أبو بقلبي ما عتمك يحسين ينصاب ينصاب يا أبو ذكريك من يمر الدمي ينصاب 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 أبو علي قلب بدال قلب أكرر ينصاب ينصاب يا أبو خدد ما عدك خد أبا عبد الله يا أبو خدد ونخدك يا أبو يا أبو أحسنتم مأجود الله سكرتنا خدتم يا أهلي البيت خضي العدالة والدمعتي لبلت خبر الرسالة خدتم يا واهيكم خضي العشق فيكم خدتم يا أهلي البيت خضي العدالة دموعك ينجوم بحزن تنزل على خدد جيش مهظوم الدمع برع غصن ويدد اللوعنا حرق انصري صلن وفب سدد وحنا قدسنا أهل المحسين مشاهدين الكرام على هذا الطريق أيضا هناك محطات تبليغية الآن نلتقي بسماحة الشيخ صادق الكعبي البغدادي ليحدثنا عن فضل المسير إلى يعني مرقد الإمام عليه عليه السلام والمواسعة بذكرى شهادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم سمحت الشيخ أعظم الله لنا ولكم الأجر وما هو فضل هذه المسيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى مصابنا بمسيرة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ووفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وردت عندنا روايات كثيرة عن أهل البيت في فضل المسير لزيارة أهل البيت عليه السلام عموما فقد ورد عندنا عن الإمام الصادق عليه السلام أن كل خطوة يخطوها الزائر له حسنة وتمحوا عنه سيئة وترفع له درجة بل عندنا في بعض الروايات أنه له ثواب حجة وعمرة في ذلك وخصوصا مولانا أمير المبنين عليه السلام عندنا رواية وردة عن الإمام الصادق عليه السلام ما زال لنا قبرا بظهر الغريب ما قصده مريضا إلا شافاه الله وما قصده طالب حاجة إلا قضى الله له حاجته فالمسيرة لزيارة أهل البيت عليه السلام عموما هو موسم عطاء موسم عبادة موسم تجديد ذكر لأهل البيت موسم تجديد العهد بزيارتهم عليه السلام ورد عندنا عن الإمام الرضا أنه لكل إمام عهد في رقبة أولياءه وأنه من تمام العهد زيارة قبورهم فزيارة شيعة أهل البيت عليه السلام لمراقد أهل البيت وموسم عبادي تجديد للطاعة الالتزام بتعاليم أهل البيت عليه السلام على الإسلام الأصيل التمسك بتراثهم رفع منهجهم إحياء أمرهم وذكره وهذا أيضا يعتبر موسم عبادة يتزود به المؤمن بالتبسير على خطى الإسلام ورد الشبهات الفكرية والعقائدية ولا زالت الحوزة العلمية بعطاءها الفكر المثمر متصلة مع الشارع وهكذا ترى أنه طلبة الحوزة العلمية في هذا المشروع التبليغي قد نزلت وأخذت على عاتقها الوقوع بالتماس مع الناس في الإجابة عن الإحكام الشرعية والأسئلة الفقهية رد الشبهات العقائدية الإيضاح للناس أن الإسلام لا زال بخير يوفر كل فرص العطاء والنجاح في ذلك نعم الله يبارك لكم شاء الله تقبل أعمالكم شكرا جزيلا موسيقى شكرا جزيلا موسيقى 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 مشاهدنا الكرام انتهت هذه التغطية نسأل الله أن نكون وإياكم من الثابتين على نهج محمد وآل محمد وأعظم الله لنا ولكم الأجر بذكر استشهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في أمان الله موسيقى موسيقى